مرحبا فيكم أحبائي كيفكم إن شاء الله أنتم بخير وبصحة يا رب اليوم أكلتنا كتير مرغوبة والكل بيحبها الكبار والصغار بيحبوا الباستا أو الماكروني رح نعمل اليوم ماكروني بالخضار زي ما أنتم شايفين بالصينية ورح نشويها بالفرن بتمنى الفيديو تبعي يجبكم وترفعوا لنايا شوي طبعا هون أنا بدي أطلع شوي الماكروني عشان تتحمر من تحت الصلصة زي ما أنتم شايفين الصلصة كلها خضار وهذا الأسود زتون أسود هلا هون لعمل الماكروني في عندي سباكاتي مع قلبة في عندي نص كيلو لحمة في عندي سمنة في عندي زيت زتون في عندي جزر وفلفل أخضر بصل مفروم في عندي بندورة للطبخ خصوصي لها الماكروني بازيلة معلبة مشروم في عندي فلفل حار وكمان في عندي زتون أسود ملح وفلفل وبهارات مشكلة ورشة جوز الطيب هلا هون بيطنجرة على النار حطينا معلقتين ثلاثة زيت مع معلقة سمنة ونخليها لتحمى شوي بعدين منضيف البصل المفروم عليها منحمر البصل منحط فوقيه قبل ما نحمره منحط فوقيه الفلفل الحار طبعا هاد حسب الرغبة معلقة من التوم المهروس نقلبهم مع بعض هلا بحط اللحمة طبعا اللحمة مفرومة خشنة مش نعمة هي مفرزة هلا بفرفدها عن بعض وبقلبها مع تاخد لون هلا بدي أبهر طبعا حطيت هون ورق غار ورقتين غار حطيت ملح فلفل بهارات مشكلة معلقة صغيرة كمان ضيفوا شوية زعتر طيبة وحطيت الزتون الأسود قلبته بعدين حطيت الجزر بعدين حطيت المشروع طبعا الكميات التقديرية حسب ما بدكو قلبتم كلهم مع بعض طبعا الجزر بدو شوي ليستوي فخلينا شوي تقريبا خمس دقايق بعدين حطينا الفلفل الأخضر هلا هون رشيت رشيت جوس الطيب ومنقلب هلا بغطي عليه بغطي النار شوي عشان يستوي الخضرة شوي لانه الجزر شوي بالدوسي والمشروع وهيك هلا هون حطيت البازيلا البازيلا علب طبعا بدها شوقت للطبق بحطيتها اخر اشي شوفوا هالالوان ما اجملها شايفين كلها طبعا هاي كلها نيوترشن يعني اكل كتير صحي هذا هلا هون حطيت البندورة فضيت المرتبان وطبعا بعبي المرتبان كمان مي وبحطوا فوقهم وبغطيها وبتركها تغلي حوالي تلت ساعة هلا هون بحضر للمعكروني في عندي طنجرة فيها مي بتغلي حطت فيها ملح وطبعا لما بتغلي منحط المعكروني ومنتركها على النار منحركها شوي لانه بتخافوا تلزق بقاعة طنجرة وبنخليها ست دقايق بينما تستوي شوي مش كتير يعني دوب لا منصفيها منغسلها بمي باردة ومنحطها بالصينية ومنضيف عليها الخضرة اللي طبخناها هيك زي ما انتوا شايفين كانت الاكل كتير طيبة شاهية بتجنن طبعا موجودة بكل بيت هاي ما في داعي الواحد يعني يغلب حاله يعني موجود اللحمة المفرومة بتكون اكيد موجودة الخضرة هاي متوفرة حطيناها بالفرن شويناها على الشواية اخذت لون وطلعناها زي ما انتوا شايفين بجنن شكلها وطعمها كمان خرافي هون سكبنا بالصحن عشان دي افرجيكو طبعا للتصوير نظفنا الصحن وهون طبعا رشة برمزان شيز هذا اختياري اذا بتحبوه بتحطوه انا بحب وكانت الاكل كتير طيبة وبتشهي وبتمنى تجربوها وتعجبكم وما تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب ارفعونا الفيديو هات شوي بليز ما رح تخسروا اشي منشوفكم مرة تانية و باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة